أعلن أنهب دكتور بدر الملة أنه سيتقدم خلال الجلسة المقبلة للمجلس بتعديلاً لإعادة صياغة المادة الرابعة من قانوني تنظيم الوكالة العقرية ومكافحة احتكار أراضي الفضاء مشيراً إلى أن تطبيقها بالنص الموجود في مشروع القانون سيسبب ضرراً لشريحة كبيرة من المواطنين وقال الملة أن مجلس الأمة أقر في الجلسة الماضية المداولة الأولى على اقتراحين بقانونين هما الاقتراح بقانون في شأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء والاقتراح بقانون في شأن حضر الوكالة العقرية وأجل المداولة الثانية إلى الجلسة المقبلة مبينا أنه يتفاهم الغايات النبيلة في هذين القانونين لمنع احتكار الأراضي وفتح السوق للجميع وعدم إبقاء الأراضي الفضاء تحت احتكار مجموعة من التجار أنا رسالتي موجهة في القانونين سواء لو كان العقارية أو الأراضي الفضاء للأخ وزير العدل ووزير دولشون لسكان وأيضا للوزير البلدية القانونين يتعين التعديل بالمداولة الثانية ما ودنا اليوم يطلع تشريع ممكن يضر المواطنين أو يمس حقوقهم المالية أو يمس حتى تجيوبهم بسبب أن الصياغة في نص المادة نفسه كان صياغة ممكن تؤدي إلى ضررة على الرغم أنه كان يقصد في غاية نبيلة نحن اليوم لازم نتروى في عملية تعديل هاتين المادتين تحديدا ما درع على الوكار العقارية بأنه نطبق نظرية التحول بتحول العقد نعم نظرية التحول تتكلم عن عقد الباطل لكن أنا اليوم أتكلم عن وضع قانوني إذا أهو لم يبادر نحول عقد الابتدائي إلى عقد نهائي لكن ما نلغي ونقول له مالك شيء وأيضا موضوع الأراضي الفضل ما نربطها أن القسيمة مبنية بـ 40% بالحد الأقصى وإنما نربطها بمساحة الغسيمة أو تتركها